أصيب روب روبرتس بالشلل قبل أربعة عوام إثر إصابته بحادث سير والآن أصبح بإمكانه الوقوف كما يمكنه أن يحارك ساقه بفضل عملية يتم خلالها إرسال تيار كهربائي من عموده الفقري إلى ساقه ولكن هذه الحركة لا تتم إلا من خلال جهاز معين ولدقائق معدودة كان هدفه هو القدر على الوقوف من جديد ولذا كنت أتمرن لست ساعات كل يوم ولذا فإن استعادة القدر على الوقوف هو أمر لا يصدق فهو إنجاز كبير كتسلق قمة إفريست أو تحقيق أي هدف يحلم به أي شخص من المعروف أن التيار الكهربائي يستخدم عادة في معالجة المصابين بالشلل حيث يتم توجيهه إلى العضلات ويؤدي إلى تحريك الساق بشكل تكراري لا يقدر المريض على التحكم بها والآن اكتشف الباحثون أنه بالإمكان تحريك العصاب في العمود الفقري بحيث يتمكن المريض من التحكم بالحركة في نفس الوقت ولكن البحث لا يزال في مراحله الأولية ولا يزال أمام الأطباء طريق طويل أمام الأطباء طويل